الآن مشاهدين موجز التاسع لأهم وآخر الأخبار مع دينا شرفة فضلية دينا شكرا لك أحمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلنت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في العاصمة المجرية بودابست أنهت إجراءات سفر مجموعة من المصريين القادمين من أوكرانيا وأوضحت الخارجية أن سفارة مصر في بودابست بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران ومع السلطات المجرية صديقة أنهت إجراءات تسفير 23 مواطنا مصريا وذويهم من مطار بودابست على متن طائرة مصر للطيران هذا وقد توجه سفير محمد الشنوي سفير مصر في المجر وعضاء من السفارة إلى مطار بودابست لتوديع المواطنين المصريين المسافرين والتأكد من إتمام إجراءات سفر بسلامة الله عائدين إلى أرض الوطن أعلنت الأمم المتحدة فرر أكثر من مليون ونصف المليون شخص من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي وقالت الأمم المتحدة أن عدد القتل المدنيين في أنحاء أوكرانيا بلغ 364 شخصا وإصابة مئات مشيرة إلى أن استمرار القتال بمدينة ماريوبول الأوكرانية أدى لعرقلة جهود إجلاء 200 ألف شخص من سكان المدينة المحاصرة لليوم الثاني على التوالي هذا وقد أعلنت القوات الروسية وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في عدة مدن إكرانية اليوم الساعة العاشرة بتوقيت موسكو يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا وتتضمن الجلسة المفتوحة إحاطتين الأولى من مارتن جريفست ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والثانية من كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة اليونسف للطفل تعقد اليوم جولة ثالثة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا لبحث خفض تصايد ولم تؤدي الجلستان السابقتين على الحدود الأوكرانية البلاروسية ثم على الحدود البولندية البلاروسية إلى وقف القتال ولكن الطرفين اتفقوا على إقامة ممرات إنسانية وأوضح الوفد الأوكراني أن جدوى الأعمال هو الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بمغادرة المناطق الواقعة على جبهة القتال عن رئيس الأوكراني فلودامير زيلنسكي أنه لم يسمع أي رد فعل مؤثر من الحلفاء حتى الآن رداً على العملية العسكرية الروسية في بلاده وأوضح زيلنسكي أن جرأة روسيا هي إشارة واضحة للغرب بأن العقوبات المفروضة لا تكفي كما جدت زيلنسكي دعواته للدول الغربية لفرض منطقة حظ طيران فوق أوكرانيا أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعزز وجودها العسكري في لتوانيا وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي إن واشنطن ستنشر على أراضي لتوانيا وحدات النام من المدرعات والمدفعية وقوات الدفاع الجوية وفي الوقت النفسي استبع داميلي فكرة إقامة منطقة حظر طيران في أوكرانيا لأنها ستقتضي محاربة نشطة لقوات الروسية ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من ألفين دولار في التعاملات الأسيوية صباح اليوم مع أقبل المثثمين على ملاذات الآمنة بسبب مخاوف من تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وبسبب مخاوف من فرض حظر أمريكي وأوروبي على النفط الروسي ارتفعت أسعار النفط أكثر من 10% ليصل خام برينت إلى أكثر من 130 دولار بينما ارتفع الخام الأمريكي ليصل إلى 125 دولار و60 سنتا وتصدر روسيا 5 ملايين برمين من النفط يوميا ووفقا لوكالة رويترز للأنباء نقلا عن محللين فإن فرض حظر أمريكي وأوروبي على النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين أي إلى 200 دولار للبرميل وانخفاض نمو الاقتصادي على مستوى العالم أعلنت وزارة الصحة وسكان خروج 1321 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفى وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي متعافين من الفيروس إلى 42121 حالة وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 1093 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحديلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 25 حالة جديدة نهاية مجازات ساعة عودة مرة أخرى إلى أحمد وهدي الاستكمال برنامج سبع خرية وصر شكرا لك يا دي